اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة للمكونات عندي نصف ملعقة من الحلبة بالنسبة للحلبة فهي كتبقى اختيارية احنا وليفناها منص صغر كنحضرها بهالطريقة لهذا غادي نستعن بالحلبة انتم على حسب الاختيار ديالكم عندي نصف ملعقة صغيرة من الزعطرة ليكنكن نقيتها من هدو كل العبيدات اي حاجة فيها كتزوله حتى كتصبح نقية على هاد الشكل ما تكتروش النسبة ديال الزعطرة لانا كتمرر لنا الزبدة ديالنا عملو غير قليل منها فقط لانا شوية المضاق ديالا كيكون مش هد امر عندي مرعقة كبيرة من تشيشة الغليضة تشيشة ديال الشعير بالنسبة للطور ديالها تشيشة فهي كتمتصلين اي كمية من السوائل عندنا في الزبدة كمثلا الحليب او الماء فهي كتعمل ذا كالطورة على الامتصاص ديالا ديال السوائل كتكون من غير سائل الزبدة عندي ايضا الملح حسب الضوء و300 جرام من الزبدة اللي كتكون ذات جودة عالية بالنسبة للمقادير فيمكن لكم ضعفهم على حسب الرغبة ديالكم والمتواجد ايضا فباسم الله بالنسبة لطريقة التحضير هنا كنناخد واحدة الكسرولة كنوضع عليها الكمية اللي عندي من الزبدة وايضا باقي المكونات اللي ذكرت ليكم تشيشة الزعطة والحلبة وايضا الملح ومباشرة كنوضع الكسرولة على نار اللي كتكون متوسطة ما تجهدوش عليها النار باشا كده ما كتتحرق ليكم مش فكت تديرو مع هالبال على نار متوسطة مرة مرة وانتوما كتحركوها يعني ما تغفلوش عليها فهذه المرحلة ديال الطياب كتبقاو غادين على هاد المينوال حتى كتدوب لكم بالكمية اللي عندكم كلها من الزبدة فكيف ما كتلاحظوا معي هنا كتدوبو انا كنحرك ملاحظة هامة فما تحركوش باي ملعقة كيفما كانت سواء ملعقة خشبية او ملعقة ديال البلاستيك فما تحركوها بتاشي حاجة بقاو غير حركو باليد ديال الكسرولة حتى كتدوب لكم كامل هادك الكمية اللي عندنا من الزبدة على هاد الشكل هنا تقريبا هاي الزبدة كيفما كتلاحظوا وكيفما كتلاحظوا في الاسفل فكينا واحد يعني بحالكينا ديال الإفرازات اللي كتفرزينها الزبدة مثلا الحليب او اللاء الماء هنا يا كيفما قلت لكم في الاول فالدور ديال تشيشة هي تشرب هادك السوائل اللي عندنا في الزبدة كتبقى وكتخليوا على نار متوسطة دائما وهي كطيب كيف ما كتلاحظ ديك الكشكوشة البيضة فمع الطياب يعني ما غاتيش تبقى تبقى في الآخر نهائيا هنا هي هاي الزبدة كطيب فش كتلاحظوا اللون ديالها كيتغيروا لغا ديالطوغي غير واحد ملاحظة هامة بالنسبة لمدة ديال الطياب باش اللي كتاخدوا معكم فتقريبان 40 دقيقة على نار متوسطة حتى كتصبح عندكم يعني ديك الكمية ديال الزبدة صافية غير الزبدة بوحديتة على هاد الشكل هنا كتعرفوا بانها صبحة واجدة ودهك الكشكوشة فكتقلال اللي كتكون لفوق يعني ما كتبقاش نهائيا كتولي عندنا غير زبدة سائلة صينة ما فيها تشي حاجة وبالنسبة للحلبة وايضا تشيشة فكتلاحظوا بان اللون ديالها كيتغير وكيصبح غا ديالطوغي هنا كتعرفوا بان الحلبة ديالكم عفوا هنا كتعرفوا بان الزبدة اراها طابط على هاد الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا فهنا صبحة عندنا غير الزبدة من بعض ما طابط ودائما خليوا على النار كتكون متوسطة باش ما تتحرق لكمش كيف ما قديكم مدة ديال ربعين دقيقة هنا عندي واحد تنجية اللي كتكون على هاد الشكل كيف ما كتلاحظوا اولا قليلة صغيرة اولا شقر عادية الزجاج المهمة لحسب المتواجدة عندكم كتكون مغصولة وناشفة جيدا وبالاستعانة بواحد المصفات كنصف هذه الكمية ديال الزبدة كيف ما كتلاحظوا فكيف ما كتلاحظوا اللون ديال العصفر يعني ما محروق متاشي حاجة وبالنسبة للشيشة وايضا الحلبة فاللون ديالهم كيتغير مع الطياب على هاد الشكل فهو جيد واضح هذا الفيديو سوف هنا من بعد ما صفيتها هذا هو الشكل اللي كانت تحصل كيف ما كتلاحظوا معي ديال المكونات كي يجي لها ديال الشكل كنخلي ديال كمية ديال الزبدة على هاد الشكل على سطح العمل حتى كتبرد تماما عادة باش كنغطو الفم ديال هديك تنجية بلاستيك غدائي على هاد الشكل أما إلا كنتم تستعملين شقر عادية الزج فهناك تكون عندها يعني الغلاقة ديال هكتستعنوا بها هنا كيف ما كتلاحظوا معي عملتها ديال بلاستيك غدائي ومن بعد جبتها التوب صافي كنغطي بيه الفم ديال التنجية على هاد الشكل وكنسدها مزيان وكنخليها في شي ما كان يعني في البلاكار مدة ثلاث أيام يعني خلي وقت كلت أيام ما تحركوها متاشي حاجة الوقت اللي هي ديك الزبدة كتجمع فيه وكتصبح هدني على ديك الشكل كيكون مرمل ثم كتعرفوها بأنها يعني صبحة واجدة ما تفتحوش عليها في ديك المدة ديال ثلاث أيام خلي وانسا وتدو ثلاث أيام عادة باش كتفتحوا له ديك التنجية باش تشوفوا الزبدة ديالكم كيف ولت فمبعد ثلاث أيام كتصبح جاهزة كيف ما هتلاحظو معايا دابا هنرى هده ثلاث أيام عنا غادي نفتحها معاكم باش شوفوا معايا الشكل ديالها من الداخل فهي كتجي صراحة وصفة ناجحة احنا معتمدة يعني معتمدة عندي بها الطريقة وبهاد مكونات باش كنحضروها بزاف الناس ما كديروش فعل حلبة ولكن احنا كنديرو فعل حلبة فكتجي على هاد الشكل كتجي مرملة يعني كل حبة يعني بحل السميدة كتجي بحل السميدة تماماً كتجي على هاد الشكل كتجي فالشكل جيد واضح على الفيديو صراحة الكتجيل ديذا يمكن تنفعكم حتى في رمضان المبارك باش كده كتده كتدهنو بها البطبوت اولا كتدهنو بها المهم هكذا في الصحور ولا في أي وجبة بغيته المهم وصفة زوينة وصحية نتمنى ان شاء الله الوصفة دي اليوم تنال اعجابكم وتجربوها لان فينك تستحق تجريبا وترضع لي الخبار باللي كان وذا بك نقول لكم بسلام عليكم وفي امان الله الى حلقة قادمة ان شاء الله الى عجباتكم الوصفة ما تنسونيش من شي دعيوة الخير وايضا تعليق محفز واعجاب للفيديو فبسلام عليكم الى حلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة